موسيقى نشرة آخر اليوم من قناة المهرية نبدأها بالعناوية موسيقى برنامج إعادة الإعمار السعودي مشاريع وهمية في المهرة تكشف عن أجندة مشبوعة موسيقى ميليشيا الانتقالي تحشد أبناء سقطرة للتظاهر ضد القوات السعودية وتتهمها بالوقوف وراء أزمة الوقوف موسيقى احتجاجات مستمرة في تعز تستنكر الإساءة للإسلام وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية موسيقى أهلا بكم إلى نشرة نصلت الضوء فيها على مجمل التطورات والأحداث الجارية في عدة محافظات يمنية موسيقى 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 استنكرت لجنة الاحتجاج السلمي في مديرية شحن بمحافظة المهرة الحملات الإعلامية السعودية التي تستهدف أبناء المهرة ودانت اللجنة التحريض المباشر ضد قيادات لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة مؤكدة أن الأيام أثبتت كذب إدعاءات السعودية الزاعمة بوجود التهريب في المحافظة وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بنشر كل المعلومات حول تلك الإدعاءات والمزاعم وإضاح الحقيقة للرأي العام دعية أبناء المهرة للوقوف صفا واحدا أمام تلك المزاعم التي تستهدف الجميع لا طرفا أو جهة بعينها منذ نحو عامين برز برنامج الإعمار السعودي تحت لافتة للتنمية والإعمار في اليمن لكنه كان يخفي وراءه العديد من اللجندات والمشاريع الخفية التي سعت الرياض لتحقيقها منذ تدخلها في اليمن تفاصيل في سياق هذا التقرير حجر أساس واليوم الثاني يبدأ العمل مشاريع لم تر النور حتى الآن حقيقة أسامت المعطيات الأخيرة في إثباتها فما قيل أنه برنامج لعادة الإعمار في اليمن لم يعد عن كونه ذريعة للاستحواذ والتحكم في مسار الأوضاع في البلاد فمنذ نحو عامين برز برنامج الإعمار السعودي تحت لافتة تنمية إعمار اليمن لكن نشاطه ظل محصورا في الترويج لمشاريع وهمية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على حساب البرنامج في موقع تويتر دون أن يلمس المواطن أي تغيير من شأنه التخفيف من معاناته التي مثل التدخل السعودي سببا من أسبابها وبعد انتقادات واسعة لهذا البرنامج التي اقتصرت معظم أنشطته على وضع أحجار الأساس للعديد من المشاريع الوهمية وتنصله عن إنجاز المشاريع الخدمية في المحافظات المحررة تتعالى أصوات جديدة في الحكومة الشرعية متوعدة بكشف حقائق لا تزال طي الكتمان وزير النقل المستقيل صالح الجبواني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر أوضح أن حصيلة الاستفادة من البرنامج لم تتعدى الوهم والصور مرفقا العديد من الصور التي أظهرت تعثر العديد من المشاريع المعلن عنها في المحافظات المحررة تصريحات الجبواني أعادت التأكيد على الدور السعودي المتدثر بعباءة إعادة الإعمار والذي يخفي خلفه العديد من الأجندات التي سعت الرياض لتحقيقها منذ تدخلها في اليمن في محاولة للترويج لأعمالها الإنسانية في المحافظات المحررة وإعادة سمعتها التي طلطخت بفعل الحرب لم تعد كثير من مشاريع الوهمية المعلن عنها في البرنامج تنطلي على اليمنيين الذين باتوا يدركون حقيقتها ولعل ما يحدث في المهرة تحت يافطة إعادة الإعمار خير مثال على حقيقة عمل البرنامج في المحافظة وعلى خدماته وأجنداته على صعيد آخر اختتمت فعاليات الحملة التوعوية لمرضى سرطان الثدي في مدينة الغيظة بمحافظة المهرة وتخللت فعالية ختام الحملة فقرات توعوية واستعراض عدد من قصص النجاح من قبل النساء في السياق ذاته قالت مديرة ومؤسسة فينا خير فاطمة خوار إن الحملة استهدفت أكثر من ألف امرأة في المدارس والمرافق العامة والمنتزهات على مدى عشرة أيام نوجه شكرنا لأستاذ محمد علي ياسم محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي على دعمه وسندنا لنا في نجاح هذه الحملة لتوجيهة لتوفير جهاز المامو قرام للفحص المبكر لعيادة فينا خير في مستشفى الغيظة المركز الحملة الإرشادية التي شهدتها محافظة المهرة حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي تهدف إلى توعية المرأة المهرية بأهمية الفحص المبكر ودوره في تقليل مخاطر الإصابة بالمرض نفاصيل أوفا في هذا التقرير حملة إرشادية وتوعوية كبيرة حول الفحص المبكر لسرطان الثدي في المهرة اختتمت بنجاح كبير بعد أنشطة وفعاليات متعددة لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية تضمنت التوعية الإلكترونية وإقامة المحاضرة في كافة مديريات المحافظة استهدفنا ما يغارب ألف امرأة وأكثر وكما قمنا بعدة مراحل مسبغا في شهرنا هذا حيث قمنا بتوعية الإلكترونية ومن ثم لصق منصغات في شوارع المحافظة في جميع المديريات وإعادة ترميم عيادة فينا خير في مستشفى الغيظة المركزية للفحص المبكر السرطان الثدي ومن ثم توعية للأمهات والبنات في ثانويات المحافظة وكذلك مراكز التحفيظ في جميع المديريات ومن ثم فعاليات في كورنيش الغيظة واليوم نختتم فعالياتنا الأخيرة أكثر من ألف امرأة استفادت من المحاضرات الإرشادية في الحدائق العامة والمدارس حول أهمية الفحص المبكر لهذا النوع من السرطانات وطرق الكشف الذاتي والطلب الاستشارات الطبية للتوعية والتتقيف الصحي للنساء وطالبات الثانوية دور محوري في مواجهة هذا المرض ويعد الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي مفتاحا للعلاج والتشافية التام من هذا الخطر يعتبر في 2018 بلغ عدد الوفيات فيه 2 مليون امرأة ولذلك قمنا بالتوعية لهدف الفحص الذاتي وكيفية الطرق الكشف المبكر علما بأن هذا السرطان يعتبر من السرطانات الفتاكة للمرأة وأنها تصيب أكثر من واحد لكل ثمان امرأة ولذلك قمنا بنصح الفتيات ونتمنى من أن كل النساء تقوم بالفحص المبكر لهذا السرطان لأن نسبة نجاحه حوالي 90 إلى 98% إذا تم الكشف المبكر وقد استهدفنا عدة مراكز وثنويات وقمنا بالتوعية وعلمناهم طريقة الفحص الذاتي لسرطان الثدي وكيف أن هذا السرطان بإمكانه أن يتعافى بحوالي 95% إذا تم الكشف مبكرا الحملة التوعوية والإرشادية لقيت تفاعلا واستجابة كبيرة من النساء المستهدفات كما حظيت بدعم من السلطة المحلية ويبقى استمرار مثل هذه الأنشطة ضرورة الملحة لخلق الوعي الذي يشكل أولى خطوط مواجهة المرض إلى سوق طرى حيث بدأت ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتيا حشد أبناء الجزيرة للتظاهر ضد القوات السعودية تيجتها تصاعد الخلافات بين الطرفين وأكد سكان محليون أن مسلحي الانتقال قاموا بالتعبئة العامة وتوزيع منشورات تحريضية لسكان مدينة حديب للخروج فيما أسموه انتفاضة عارمة لطرد قوات الواجب السعودية من الجزيرة وأضاف السكان أن ميليشيا الانتقال يتهمون القوات السعودية بالوقوف وراء أزمة انقطاع الوقود والخدمات عن الجزيرة أكد مسؤول حكومي منع تحالف السعودية والإمارات طائرات الخطوط الجوية اليمنية من المبيت في المطارات داخل البلاد ونقلت صحيفة العرب الجديد عن مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني قوله إن منع طائرات الخطوط اليمنية من المبيت في المطارات اليمنية يكلفها أموالا باهظة بسبب مبيتها في مطارات خارج البلاد وأضاف المسؤول أن هذا المنع يأتي في سياق تدمير ممنهج للعملة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية من قبل التحالف على حد تعبيره وأكد أن الهدف هو تضييق الخناق على البلاد والسيطرة عليها بالتوازي مع عملية إغراقها بالصراعات ما يؤدي إلى إضعاف جميع الأطراف اليمنية خرجت مسيرة حاشدة في مدينة تعز رفضا للإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي واستنكر المتظاهرون تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وتشجيعه لخطاب الكراهية والإساءة مشددين على أن الإساءة للأديان والرسل لا علاقة لها بحرية التعبير وطالبوا بضرورة احترام الأديان والمعتقدات ونبذ كل الإساءات ودع المتظاهرون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية كتعبير عن رفض الإساءة للرسول الكريم والدين الإسلامي تخرج مدينة تعز اليوم بهذا العزم وهذا الحماس لتعلن رفضها التام واستنكارها القوي وتنديدها الأقوى بالتصريحات التي صدرت عن الرئيس الفرنسي ماكرون وتناولاته التي تتهكم بالإسلام غير عابئ بمشاعر المسلمين وهي تصريحات نرفضها جملة وتفصيلا ولا يمكن أن تصدر عن عقل سوي أو قيادة تملك شيئا من الرشد لتذهب وتنتج تصريحات تمثل إذكاء لخطاب الكراهية كونها تصدر من المنصب السياسي الأعلى في البلد ونقول نحن هنا في اليمن وفي تأس خاصة وفي الوقفنا العربي والإسلامي بمقاطعة المنتجات الفرنسية هذه فرنسا التي أحتلت وأستعمرت الدول العربية والإسلامية وكان فيها الحقد الأسود كم قتلت وكم دفنت من المسلمين ومن علماء المسلمين نقول دوما نحن العرب والمسلمين ضد فرنسا ورئيس فرنسا ومقاطعتها مقاطعة تما أعربت الحكومة اليمنية عن تعازيها الخالصة للحكومة والشعب التركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن اليمن مع تركيا في هذه الكارثة مقدمة خالص المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وكانت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت بأن الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غرب تركيا بلغت قوته أكثر من ست درجات قد أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من سبعمائة آخرين قتل شخص وأصيب أربعة آخرون إثر اندلاع اشتباكات مسلحة وسط سوق في منطقة الشيخ عثمان بالعاصمة الموقعة عدن وقال شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بين مسلح يلبس الزي العسكري وأحد ملاك سيارات بيع القات في المنطقة وأضاف الشهود أن المصابين نقلوا إلى مستشفى بالقرب من السوق لتلقي العلاج فيما وصلت إلى المكان قوات تابعة للحزام الأمني عقب الحادثة استانفت العملية التعليمية في عدن وسط مخاوف لدى الطلاب من خطورة العودة للمدرسة في حال تفشت موجة جديدة لفيروس كورونا التفاصيل في سياق هذا التقرير حق هذه الطالبة في التطلع للمستقبل التعليمي يبدو باهظ الثمن والعودة للمدرسة تهيمن عليها الكثير من المخاوف ففيروس كورونا الذي عجزت عن مواجهته كبرى دول العالم معلنة جهزيتها للتعليم عن بعد تواجه أجساد هؤلاء الفتية في مدارس مدينة عدن عودة مملوئة بالكثير من الأمل والتطلع لمستقبل تعليمي بعد توقف لأكثر من سبعة أشهر بفعل تفشي جائحة كورونا لكنها لا تخلو من الخطر الذي ما زال قائما بفعل شحة الموارد وضعف الإمكانيات للوقاية ومواجهة هذا الفيروس الخطر المعلمين يعانوا من الكتب الكتب المدرسية يعني هذه السنة الكتب مع الأمطار مع هذا راحت علينا كتير كتب يعني بعض الطلاب ظروفهم صعبة جدا يضطروا أن نشتروا من السوق والكتب الواحد بألف ريال عام دراسي جديد عنوانه المزيد من المعوقات والصعاب فالبلد الذي أنهكته الحروب والصراعات بدأ عاجزا عن طباعة المناهج الدراسية لطلاب مدارسه ناهيك عن توفر متطلبات التعليم في ظل الكثافة الطلابية التي تشهدها مدارس المدينة لنا مخصصات 4 مليار 2 مليار نريدها 1-2 رواتب العماء 3 أشهر المطبع لها 7 أشهر واغفة واقع التعليم في اليمن أزمة تضاف إلى أزمات البلاد التي لم تتوقف فيها الحرب للعام السادس على التوالي فالالتحاق بالتعليم ليس بالأمر الهيّن أمام وضع معيشي صعب يعجز فيه الآباء عن توفير قيمة كتاب مدرسي يباع في الأسواق لأولادهم الدارسين مستمرين معكم مشاهدين الكرام في النشرة ولكن بعد الفاصل قاتلات إماراتية تحلق فوق مخيم المعتصمين أمام معسكر العالم بشبوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلا نشرة آخر اليوم حلقت مقاتلة إماراتية على علو منخفض فوق مخيم المعتصمين القبليين أمام معسكر العالم بشبوة وقال معتصمون للمهرية إن الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الإمارات لن تمنعهم من الاستمرار في مطالبهم الحقوقية والمتمثلة في إدراج الإمارات ضمن منتهكي حقوق الإنسان في اليمن وكانت مقاتلات إماراتية قد استهدفت محيط مخيم المعتصمين من قبائل مرخة قرب معسكر العالم بشبوة في الثاني عشر من أكتوبر الجاري اغتال مسلحون مجهولون القيادية في المقاومة التهامية نجيب عبدالله مساء الجمعة على أيدي مجهولين أمام منزله بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة وحمل الحراك التهامي في بيان لأن نعي حمل محافظة الحديدة وإدارة أمن المحافظة مسؤولية اغتيال نجيب والانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة وطالب بسرعة تقديم الجنات إلى العدالة وبحسب البيان فقد كان الفقيد في غليعة المنضوين تحت مظلة الحراك من بداية مسيرته ومشاركا في كل مسيراته ووقفاته الاحتجاجية قالت منظمة الأمام المتحدة للأغذية والزراع الفاو إن سبل عيش المزارعين والرعاة في اليمن قد تأثرت بشدة جراء الانتشار المستمر للجراد الصحراوي وأكدت المنظمة في تقرير لها أن آفة الجراد دمرت المحاصيل الزراعية في العديد من مناطق البلاد مما أدى إلى زيادة معاناة ألاف الأشخاص بعد سنوات من الصرع وأضاف التقرير أن الجراد الصحراوي هاجم محاصيل الفجل والبصل والسمسم والجرجير وحتى النخيل لما كبد المزارعين خسائر كبيرة وأشار أن اليمن يمثل أرضا خصبة لتكاثر الجراد الصحراوي وأن مكافحة انتشاره أمر بالغ الأهمية لسبيل منع انتشار جديد للآفة في كل من منطقة القرن الأفريقي وجنوب غرب آسيا كشف ائتلاف تحالف الآثار العالمية عن تهريب اللوح اليمني من أرضية معبد أوام بمحافظة مأرب شرقي اليمن في أعلى قائمة عشرة آثار سرقت ويجري البحث عنها حول العالم وقال الائتلاف أن الكثير من المواقع الأثرية في اليمن معرضة للخطر بسبب الحرب الأهلية المستمرة للعام الساجس على التوالي استعادة هذه الآثار المنهوبة سيساعد اليمنيين في الحفاظ على تراثهم وضع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة حجر الأساس لمشروع منتجع سد مأرب السياحي كوى لمشروع سياحي ترفيهي في المحافظة وقال المحافظ أن المشروع يعد باكورة الاستثمار الخدمي السياحي بما يعزز قطاع السياح الحيوي والفريد في المحافظة ويشجع بقية المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها هذا القطاع وأكد اللواء العرادة أن السلطة المحلية ستستمر في تقديم كافة تسهيلات لرأس المال المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في المحافظة سلمت الجمعية الكويتية للإغاثة دراجات نارية لأكثر من خمسين معاقا ضمن خطة الكويت إلى جانب اليمن واستهدفت فعالية تسليم المشروع الذي نفذته مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية معاقي الحركة وأصحاب الدخل المحدود من النازحين في مدينة مأرب وتهدف مثل هذه المشاريع للتخفيف من معاناة الفئة المستهدفة وإيجاد وسائل مستدامة للعيش والعمل يواصلوا طلاب اليمني في روسيا اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي داخل مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الروسية موسكو وذلك للضغط على الحكومة الشرعية بتسليم مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عشرة أشهر وقال الطلاب في بيان لهم أن اعتصامهم جاء بعد إسقاط نحو 123 طالبا من كشف مستحقاتهم المتأخرة للربع الأول من العام 2020 دون سابق إنذار وأضف الطلاب أن السفير أحمد سالم الوحيشي يحتجزهم في مبنى السفارة ويمنع وصول سيارات الإسعاف للمصابين بوعكات صحية ذلك بعد نحو 19 يوما من بدء احتجاجه بسبب الحرب دمرت خمس مدارس في منطقة الوازعية بمحافظة تعز ووجد آلاف الطلاب أنفسهم بلا مدارس مما جعل التسرب يهدد معظمهم كثيرا في المحافظة نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير منذ استئناف التعليم قبل ثلاث سنوات بعد انقطاعه نتيجة الحرب في منطقة الوازعية بمحافظة تعز لا تزال خمس من مدارس منطقة غير مؤهلة لاستقبال طلابها البالغ عددهم 2500 طالب وطالبة بسبب الدمار الذي لحق بها جراء القصف الجوي حصل تدمير لبعض المدارس حوالي أربع أو خمس مدارس في هذه المدرية دمرت فأصبح الناس لا يثكون أنهم يرسلوا أبنائهم إلى هذه المدارس خوفاً من أن يسكت عليهم هذا المبنى لأن المبنى نصره أنها دم ونصره ما زالت بكيه أو أوضع بشكل الواضح أمامك هذا الدمار حق المدارس سبب يعني قلاق على الآباء والتخوف من أن ينهدم السقف فوقهم المدارس مضررة بشكل عامل المدارس كاملة وفي الأخص هذه المدارس مرة أسهلت علي بالضربة مخاوف عديدة يعيشها الآباء في منطقة الوازعية فإرسال أبنائهم إلى هذه المدارس المدمرة يشكل خطراً على حياتهم وفي المقابل الإبقاء عليهم في المنازل بلا تعليم يواجهون الجهل أمر لا يرتضونه أيضاً لذا فإنهم يأملون من المعنيين أن يلتفتوا لمعاناتهم ومعانات أبنائهم نرجو من الجهة المعنية أن يكون لها نفس نظر أو أن تعطي الأولوية لهذه المدارس المتضررة من هذا الحرب هذا العائق الذي أدى إلى إيش أن المواطنين أو أخص المواطنين إيش أبنائهم يتسربوا يقول لك روح أحسن يرعى أو يرح أسكر مع الساحة الغربي أو أو بهذا القبيل أو يرح نعمل لأي عمل ما يزيد عن أحد عشر ألف طالب وطالبة يدرسون في اثنتين وثلاثين مدرسة أساسية وثنوية في المنطقة لكن التسرب بات يهدد الآلاف منهم بسبب تدمير مدارسهم في ظل مخاوف من الآثار السلبية لهذا التسرب على مستقبل الجيل في هذه المديرية أفادت مصادر طبية أن هيئة مستشفى بن سين العام في حضرموت أجبرت طلاب الامتياز المتدربين على العمل بدلا عن طباء العموم الذين قدموا استقالاتهم من المستشفى وقالت المصادر أن إدارة المستشفى تقوم بعملية ابتزاز لطلاب الامتياز من خلال عدم صرف شهادات لهم إلا بالموافقة على العمل بدلا عن طباء العموم في الهيئة وكان أكثر من مئة طبيب وطبيبة قدموا استقالتهم من مستشفى بن سين العام عقب عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الإدارة والسلطة المحلية حسب إفادتهم في حضرموت أيضا سجلت مدينة سيئون مركز مديريات الوادي والصحراء ستا وستين حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الجاري وقال رئيس الهيئة أنيس عديد لوكالة الأنباء الرسمية سبا إن حالة الإصابة في حوادث السير بلغت ستمائة وواحدا وتسعين إصابة ودعا رئيس الهيئة المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة وتجنب السرعة الزائدة أثناء قيادة المركبات ومنع صغار السن من القيادة حفاظا على سلامتهم على صعيد آخر دشنت جمعية أطفال عدن للتوحد العام الدراسي الجديد وافتتاح المنظومة الكهروضوئية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة وخلال التسجين اعتمد مبلغ 800 ألف ريال يمني كموازنة تشغيلية للجمعية بشكل فصلي كما اعتمدت 15 درجة تعاقدية للعاملين في الجمعية من جانبها قالت رئيس جمعية أطفال عدن للتوحد عبيرا اليوسفي أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز الأنشطة الهادفة لإنقاذ 230 طفلا من المنتسبين الجمعية والتخفيف من معاناة أهالهم اقتتم ملتقى أبناء شبوة الخيري بالتنسيق مع المركز الوطني لعلاج الأورام في المركز الثقافي بعاصمة المحافظة عتق اقتتم برنامجه للتوعية بمرض سرطان الثدي وأوضح الأمين العام للملتقى صفاء الخليفي أن البرامج التوعوية استمرت لمدة شهر كامل استهدفت الأوسط النسوية في المدارس والكليات والتجمعات وتركزت على زيادة الوعي بالمرض وكيفية اكتشافه وعلاجه مبكر من جانبه شدد رئيس مركز علاج الأورام السرطانية بالمحافظة الدكتور صالح المسوع على أهمية تحفيز النساء لإجراء فحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي مؤكدا أن عيادة الكشف المبكر بالمركز تعمل يوميا بكادر نسائي متخصص رياضيا اقتتمت منافسات المجموعة الأولى من الدول التصنيف لمحافظة المهرة بتعادل إيجابي بين فريقي حوف والسلام بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهيد مخبال بمدينة الغيضة وتمكن فريق السلام من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بوسطة اللاعب مازم البرك وأضاف البرك الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة عشرية بدوره تمكن فريق حوف من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول قبل أن ينجح الفريق في تحقيق التعادل خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وبعد انتهاء المباراة تم تكريم نجمي فريق حوف عبدالله سالم بجائزة أفضل لاعب في المباراة هذه المباراة من ضمن الدوري التصنيفي لعندية محافظة المهرة الجولة الرابعة والذي كان تعطي أمل كبير لنادي السلام في حالة الفوز ولكن الآن تقلص العمال لنادي السلام ونادي حوف إن شاء الله الفرق القادمة تحقق أفضل النتائج وللمنافسة في الجولة الخامسة بإذن الله حقيقة شهدنا نحن الجولة الرابعة كانت الجولة الأكثر حماس الأكثر حيوية الجولة التي ربما لخبطت ترتيب الأندية والفرق في هذه المجموعة أصبحت الآن المجموعة أكثر تنافسية ولكن مباراة اليوم من هذه المجموعة الأولى ربما تعادل المباراة اليوم بين حوف والسلام أعطى فرصة أيضا للجزع بأن يكون هو المنافس الأكثر مع قشن في هذه المجموعة إن شاء الله سنطلق المجموعة الثانية في مباراة مهمة أيضا بين نادي فرتك الرياضي ونادي اتحاد المسيح الكل يبحث عن الفوز في هذه الجولة اليوم ختام المجموعة الأولى آخر مباراة مباراة جمعت بين السلام وحوف والمباراة انتهت بالتعادل كانت آمال كبيرة لفريق السلام في حالة الفوز في هذه المباراة ولكن استطاع نادي حوف أن يسجل التعادل في الدقائق الأخيرة آمال نادي حوف السلام انتهت في هذه البطولة وآملين أن تشهد في الجولة الخامسة مزيد من التنافس بين الفرق المتبارية في هذا الدوري التصنيفي هنا في محط الماراة وهو أول دوري تصنيفي يقام بين الأندية الرياضية وذلك من أجل تعزيز وتنافس الفرق الأندية الرياضية هنا في محط الماراة انتهت نشرتنا بإمكانكم قراءة المزيد من الأخبار عن مختلف المستجدات والتطورات في موقعنا الإلكترونية المهرية دوت نت كما يمكنكم زيارة صفحاتنا بوسائل التواصل الاشتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام سمان الله موسيقى